لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله أشدو أن لا إله إلا الله بأولا شريكة أشدو أن محمداً حقه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فهناك إجماع عالمي صارخ أن المرأة قد تعرضت لظلم فادح سواء في الحضارات القديمة أو في الجاهلية قبل الإسلام وما زالت تتعرض المرأة إلى ظلم أشد فداحة على يد الحضارة الغربية المادية كما سنبين إن شاء الله تعالى فهذا سكراط الفيسوف المعروف يقول عن المرأة إن وجود المرأة هو أكبر منشاء ومصدر للأزمة والإنهيار في العالم إن المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث يكون ظاهرها جميلة ولكن عندما تأكل منها العصافي تموت حالا كانت المرأة عند اليونان محتقرة مهانة حتى سموها رجسا من عمل الشيطان كانت تباع وتشترى في الأسواق مسلوبة الحقوق محرومة من الميراث وحق التصرف في المال كان في إسبارته يسمح للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل في آن واحد وعند الرومان كانت أسوأ حالا كان الأب غير ملزم بضم ولديه منه إلى أسرته كان يوضع المولود تحت رجليه يعني تحت رجليه أبيه فإن كان ولدا رفعه وكان هذا علامة على قبوله وضمه وإن رفضه أخذ إلى ساحات المعابد فإما أن يلتقطه أحد إن كان ذكر وإما أن يدرك كذلك عاريا جائعا إلى أن يموت وكان في الرجل الصيني في الصين الحق في بيع زوجته كالأمة وفي شرائع الهندوس المرأة أسوأ من الريح والموت والسم والأفاعل وفي شريعة الفرس أبيح للرجل أن يتزوج من أمه وأخته وبنته وعمته وخالته والمرأة عند اليهود يعتبرونها لعنة لأنها أغوت آدم وعندما يصيبها الحير لا يآكلونها ولا يجالسونها والنصار الأوائل لما رأوا الفساد المستشري في المجتمع الروماني قرروا أن المرأة هي المسئولة عن كل ذلك ومن ثم قرروا الزواج دنس يعني شيء دنس شيء قذر الزواج دنس يجب الإبتعاد عنه المرأة باب الشيطان والعلاقة بها رجس وأن السمو لا يتحقق إلا بالابتعاد عن الزواج وفي القرن الخامس اجتمع بعض اللاهوتيين يعني علماء الكتاب علماء اللهوت ليبحثوا بمجمع ما كون هل المرأة جثمان بحت أم هي جسد ذو روح يناط به الخلاص والهلاك وخلصوا إلى أنها خلو من الروح الناجية عقد الفرنسيون في عام 586 ميلادية يعني في زمان شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتمرا للبحث هل المرأة تعد إنسانا أم لا فخرجوا إلى أنها إنسان وخلقت لخدمة الرجل فحسب وسؤالنا للبابوات والرهبان لما لا تتزوجون هذا هو الجواد ولأن المرأة أصل الخطيئة فهي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة ولا يتم الخلاص من هذه الخطيئة إلا بإنكار الذات أو قتل جميع الرغبات الطبيعية والإحتقار البالغ للجسد وشهواته وفي عهد هنر الثامن ملك إنجلترا أصدر البرلمان قانونا أن يحضر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد يعني لا تقرأ الإنجيل لأنها نجسة وينص القانون المدني وفي الفرنسي بعد الثورة يعني بعد الثورة الفرنسية التي تنادي بالحرية والإخاء والمساواة والتي هي ثورة على دين محرف ينص القانون المدني على أن القاصرين هم الصبي والمجنون والمرأة حتى يعد لعام 1938 ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوجة كان القانون الإنجليز حتى عام 1805 يبيح للرجل أن يبيع زوجته بنصف شل وظل هذا موجودا في بعض أرياف إنجلترا مع أن القانون ألغي عام 1805 وأما المرأة في الجاهلية فلم تكن أحسن حالا من هذه الحضارات البائدة قال عمر رضي الله عنه والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسمه لم يكن لها حق في الإرث وكانت تورث وليس لها على زوجها أي حق تورث يعني لو الرجل له أولاد وتزوج من أمرأة ثم مات عنها كان يأتي ولدها ومعه ثوبه ويضعها عليها يعني صارت صارت من ميراثه هو وليس للطلاق عدد محدود بل كان الطلاق في الجاهلية ظلما صارخا للمرأة كان الرجل يقول لزوجتي أن تطالق ثم يقول أتركك كالبيت الوقف لا أنت زوجة ولا أطلقك كان يتركها حتى إذا شارفت عدتها على الانتهاء راجعها ثم في الطهر يطلقها وهكذا فجاء الإسلام العظيم بنوره وهداه وعدله وجعل للرجل ثلاث طلقات وليس لتعدد الزوجات عدد معين هناك من أسلم وكان تحته عشر نسوة وليس لها الحق في أن تختلع نفسها الإسلام بعدله ونوره جعل للمرأة حقا في أن تختلع نفسها إذا كان هناك بأس وكان نكاح الزوجات معروفا في الجاهلية إلى أن حرمه الإسلام يعني كان الرجل يريد مثلا فارسا أو شاعرا فكان يقول لمرأته اذهبي إلى فلان الشائر استفضع منه حتى إذا تبين حملها وطأها استفضع منه يعني اذهبي إليه ليجامعك لتحمل منه رجاء أن يخرج له ولد شاعر أو ولد فارس وكان هذا في الجاهلية وكان من المأكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث كانت العدة سنة عدة الوفاء سنة وكانت المرأة تلبس شر ثيابها وتترك الزينة والتطيب والطهارة فلا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تحلق شعرا حتى إذا انتهت السنة وتجعل نفسها في حفش حفش يعني بيت صغير قدر فإذا انتهت السنة تفتض بطائر فقد لم افتضت بطائر إلا مات من نجاستها ومن رائحتها دمسة فجاء الإسلام بنوره فجعل العدة أربعة أشهر وعشرة والمرأة في عدتها تغتسل وتستحم وتلبس ثياب بيتها وتخرج في نهارها لحاجياتها ولكن يحرم عليها الزين والطيب فقط وكان من عاداتهم الباطلة وأد البنات فجاء الإسلام بنوره وشمس الإسلام تشرق على المرأة قبل أن نتكلم عن تكريم الإسلام للمرأة نتكلم عن المرأة في الحضارة الغربية المعاصرة الحضارة الغربية المادية ظلمت المرأة وما تزال تظلمها فما زالت المرأة مهانة مستعبدة فالنصرانية ترى المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئات والفجور وترى العلاقة بها ريجس ولا يتحقق السمو إلا بالبعد عن الزواج وهذه نظرة ظالمة وكفى بها ظلما للمرأة والتي نتج منها أن الزوج أو الرجل صار سيدا للمرأة له أن يمتلكها وله أن يبيعها هذا كان سابقا ثم بقيام الثورة الفرنسية التي ثورة على دين محرف أوضاع خاطئة أدارت الثورة للكنيسة الظاهرها ودانت بالإلحاد ودانت بالحرية المطلقة أي الليبرالية وانتقلت المرأة من استعباد إلى استعباد أشد إذ تحررت من قيود الدين وقيود المجتمع وانطلقت تعب من الشهوات وتعرض جسدها لمن شاء حتى ابتلي الغرب بالإباحية وتحولت أرضه لمزرعة للرذيلة وتحولت العلاقات الجنسية إلى ثورة جنسية خلقت لهم الكثير من المآسي أولاد أولاد الزنا حمل المراهقات من الزنا من عجائب هذه المادية أنهم يجعلون سن الزواج 18 سنة سن 18 سنة يعني لو تزوج قبل هذا السن كان مجرما لكن سن السماح الجنسي يبدأ من 9 سنوات خيال يعني البنت لو برضاها عايز تمارس الجنس اللي وزمها يعني قانونا قانونا مسموح من سن كام من سن 9 سنين يعني من 9 سنين 10 11 12 خد لحد 18 سنة مسموح لكن الجواز سن 18 سنة وهؤلاء الذين يسمون بأصحاب الحضارة وغير ذلك وينادون بالحريات هذه عقولهم وهذه يفطرهم المنتكسة لذلك كانت الثمار المرة ما يسمى بمراكز رعاية الحوامل المراهقات بنت 9 سنين 10 سنين ممكن تبلك لو مارست الزنة تحمل من أبو نان نان يعني مش معروف أبو فيروح فيه تروح فين دي تروح تقعد في مركز من المراكز لرعاية الحوامل المراهقات وبعد كده وهي صغيرة كده مسك عيل يقولوا بنها طب فين أبو مش معروف أبو لأن هي بتمارس مع أي حد إذن انتشار مراكز انتشار مراكز لرعاية الحوامل المراهقات لذلك والكلام كتير نحاول يعني نشمل الكلام ونختصر لذلك قام العقلاء في أوروبا وأمريكا بالمناداء من أجل تقليل هذا الحمل حمل المراهقات هذا فماذا يفعلون يقولون ننشر الثقافة الجنسية في المدارس بحيث أن البنت ما تحملش طب يعني إيه يا عم الثقافة الجنسية يعني تبقى تاخد احتياطاتها أنها ما تحملش يعني تزني لكن تاخد احتياطاتها أنها ما تحملش يعني يكون مثلا اللي هو يعمل مع الموضوع ده مع الواقع الذكري هذه هذه الأسماء لا يستحق منها الآن الصغير والكبير كله يعرف الكلام ده والفيلم تجي الفيلم وفيه الموضوع ده يعني الأمور دي لأن إحنا هنتكلم هو إيه اللي بيحصل دلوقتي ده هو أصله إيه وإيه المطلوب منه هو أصله إيه وإيه المطلوب هو إيه اللي بيحصل وإيه عشان يحصل ده اللي هم عايزينه إيه الوسائل اللي بيوصول إليه والبنت التي تحافظ على بكارتها هذه مريضة نفسية تحتاج إلى الذهاب إلى طبيب نفس ليكشف عليها ما زالت ما زالت إلى السن كذا وهي بكر تحافظ على عذريتها وإن لله وإن لي راجعون حمل المراهقات من الزنا تأنيث الفقر يعني إيه تأنيث الفقر مصطلحات هذه مصطلحات مصطلحات غربية من النار التي أوقدوها ولم يستطيعوا أن يطفئوها وهي نار الشهوات الشهوات هذه نار نار تأتي على الأخضر واليابس إن لم تكن مضبوطة كما ضبطها الإسلام تأنيث الفقر يعني عندما تحمل المرأة من الزنا وتأتي بولد هذا الولد صار ملصوقا بها هي التي يجب أن تعمل لتنفق عليه أين أبو لا تدري من أبو إذن فصار الفقر هنا خاص بمن بالنساء لذلك قالوا تأنيث الفقر كيف يوادهون الفقر كما سنذكر في سياسة الجندر كيف واجهون تأنيث الفقر لا زواج لا أسرة إنما السماح بالسحاق وبالشذوذ الجنسي لنواجه تأنيث الفقر نعوذ بالله هذه الفطر المنتكسة القلب المنكوس الذي لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواه عندما يفكر القفر ويفكر الهوى لن يهدد أبدا إنما إنما من نار إلى نار لذلك عندهم ما يسمى بالثورة الجنسية تأنيث الفقر حرمت المرأة من غريزة فطرية وهي غريزة الأمومة حرمت من البيت والأسرة صارت المرأة تستغل للدعاية التجارية وتحصيل المتعة ثارت المرأة في السويت لمنع استغلال المرأة في الدعايات التجارية حكت دكتور الأشقر في كتابه المرأة بين دعاة الإسلام وأدعاء التقدم في العام الماضي أي من نشر الكتاب ممثلة فرنسية أمام الكاميرا تمثل مشهدا عاريا ثارت في وجه ثارت في وجه الممثل والمخرج قائلة أيها الكلاب أنتم الرجال لا تريدون من النساء إلا أجسادنا حتى تصبحوا من أصحاب الملايين على حسابنا ثم انفجرت داكية استيقظت فيها الفطرة في لحظة مع أنها تعيش حياة فاسدة والآن ما يسمى بتجارة الرقيق تجارة عالمية البنات المحكومة عليهم الآن بالسجن ما التهمة؟ التهمة تجارة الرقيق ما هي تجارة الرقيق؟ يعني على برامج معينة تكتوك وغيره أن مطلوب البنت بس تفتح الكاميرا وتقعد كده وتلبس ملابس معينة كده وفي ناس أخش وتفرجوا عليها وبتاخد وتقبط بالدولار نعوذ بالله استيقظت لتقدم الدليل القاطع على المأساة الكبرى التي تعيش فيها المرأة مع أنهم قالوا لها إنك متقدمة ومتحضرة ومتمدنة مارلين 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 مورنو الممثلة أمريكية الشهيرة التي ماتت منتحرة كتبت نصيحة لبنات جنسها تقول احذار المجد احذاري من كل من يخدعك بالأضواء إني أتعس امرأة على هذه الأرض لم أستطع أن أكون أما إني أفضل البيت والحياة العائلية الشريفة على كل شيء إن سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية بل إن هذه الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية ونساء مجربات ممن خدعنا بهذه الأضواء البراقة المذيفة المذيفة ثم انتبهن فقالت هذه المرأة لن نذكر الأسماء تقول قروية ساذجة في حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف محامية هذه كانت من رائدات العمل النسائي وأيضا امرأة أخرى كانت رئيسة كانت رئيسة تحرير مجلة أسرتي تقول لبنات جنسها ما أجمل الأنوثة ما أجمل المرأة التي تحتمي بالرجل ويشعرها الرجل بقوته ويحرمها من السفر الوحدها ويطلو منها أن تجلس في بيتها تربي أطفالها وتشرف على مملكتها وهو السيد القوي نعم أقولها بعد تجربة ما أجمل الوضع الطبيعي لكل شيء أريد أن أرجع إلى أنوثتي التي فقدتها أثناء اندفاعي في الحياة والعمل هذه امرأة ويمرأة كويتي الغرب يريد أن يصدر هذه القاذورات إلى بلاد المسلمين هذا بروفوسير رئيس المركز الدولي للسياسات الأسرية يقول إن الغرب قد دخل في دوامة الموت ويريد أن يجر العالم وراءه إن الغرب قد دخل في دوامة الموت ويريد أن يجر العالم وراءه آخر ما يريد أن يجر الغرب في العالم وراءه ما يسمى بسياسة الجندر الفلسفة الجندر هذه الفلسفة تقوم على معادات مفهوم الأسرة النمطية التي هي نواة المجتمع الأسرة النمطية يعني رجل وامرأة هذه تسمى الأسرة النمطية ما هي الأسرة في فلسفة الجندر الأسرة في فلسفة الجندر إن يكون أو ما يسمى بالنوع الاجتماعي إيه بقى النوع الاجتماعي ذكر أنثى شاذ دخلوا نوع جديد في المجتمع والأسرة عندهم مش أسرة تقليدية بقى نمطية لا ممكن الأسرة رجل ورجل وامرأة وامرأة ورجل وامرأة كل اسمهم أسرة ويعترف بذلك ويعترف دوليا وقد تبنت الأمم المتحدة هذه الفلسفة ويريدون أن يجبروا البلاد عليها الجندر مفهوم اجتماعي ظهر في الستينيات على يد الحركة الأمثوية المعادية لمفهوم الأسرة وهذا موروث عن ماركس لأن ماركس يقول إن الدين والأسرة هم أشد عدو في طريق نشر المادية ماركس كارل ماركس هذا مؤسس الإلحاد ومؤسس الفلسفة الشيوعية والتي قامت الدولة الشيوعية على فكرة كارل ماركس يهودي فيقول الدين ده هو العدو دينا ومن ثاني الأسرة فقامت فلسفة الجندر هذه على موروث ماركس وتعني تقسيم الأنواع بناء على الأدوار الاجتماعية يعني ذكر أنثى شاذ وتم دم هذه الكلمات مقابل مقابل الجنس بدل ما يقال جنس يعني ذكروا أنثى وأنثى لا يقال إيه جندر يعني ذكر أنثى شاذ ويريدون من هذا المصطلح إدماج حقوق الشواذ كما يتم من خلاله إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة امرأة اسمها فاير ستون أذين من مؤسسات الفلسفة هذه تقول تقدم التكنولوجي استطاع الآن تلقيح البويضة خارج الرحل وهناك بنوكل المني وبنوكل البويضات وبالتالي يمكن التحرر من الأدوار المختلفة بين الجنسين لعملية الإنجاب التي تربط المرأة بالبيت وتمنعها من سوق العمل من الممكن أن تكون المرأة التي حملت غير التي ربت عن طريق الأمومة بالعقد فاكرين الفتوى اللي كانت في جف ظهرت على الجرائد حكم تأجير الأرحام تأجير الأرحام ده أصلا جاي من بره يعني إيه تأجير هو ده المقصود طب راجل وراجل يتجوزوا طب يجيبوا عن منين يقول لك نأجر نأجر رحمة الأمومة بالعقد هنروح ما هنروح لوحدة أنت هتبدأ بالعقد كده هتقدي قد كده مقابل أن هتحملي وبنوك المنية موجودة وبنوك البويضات موجودة طيب وشاذوة أو امرأة امرأة حتى ومش عايزة هي عين تروح موجود الأمومة بالعقد تأجر رحم أي الأسرة التي ترغف في ولد تعمل عقدا مع أم راغبة في الحمل أرحم للإيجار وهذا طرح ولكن وقى الله شرها وقام الأزهر بدوره واقتئذ وأفتى بالتحريم وأنكره تدعو هذه الفلسفة إلى واحد إعلان العداء بين الجنسين يعني الشعارات اللي كانت موجودة خرجت من الثورة الفرنسية عالم بلا رجال الرجال طبقة معادية اتنين معادات الأبوية حكم الأب المطلق داخل الأسرة وتركز وتركيز القرار كله في يدي عن ثورة ثورة على الرجل أب مصيطر الأسرة ملك له له أن يتخلص من المولود المشوه والأنثى غير المرغوب فيها وقد يبيع امرأته كما كان كما كان لأن كما ذكرنا الثورة الفرنسية قامت ثورة على دين محرف محاربة الأمومة ورفض فكرة أن تكون المرأة مصدرا للإنجاب فقط والدعوة إلى تقنين الشذوذ وتكوين الأسر غير النمطية وتقنين الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه منظمة الأمم المتحدة تبنت هذه الفلسفة مخالفة بذلك مواثقها يعني مواد المواثيق لا تنص على ذلك خالفوا هذه المواثيق وخولت للأمين العام متابعة تنفيذها في الدول المصدقة عليها صدر قرار قرار الأمين العام سنة 2004 بحصول المتزوجين الشواف على حقوقهم كاملة كالمتزوجين يعني ايه ياخد حقه كامل يعني ياخد حقه في الميراث وفي التأمينات وفي الضرائب بالضبط أسرة معترف بها فيه اتفاقية قامت بها منظمة الأمم المتحدة اسمها اتفاقية السيداو سنة 1979 مؤتمر السكان 94 عقد هنا في مصر ذكر فيه مسترح الجندر 51 مرة وفسروه بغير أصلي ومش يقدر يقول في البلاد الإسلامية ذكر وأنثى وشاذ ففسروه بذكر وأنثى ومن ثم لم ينتبه له أحد السنة اللي بعدها في مؤتمر بكين سنة 95 ظهر بشكل أوضح تكرر المصطلح الجندر 233 مرة الدول العربية رفضت تفسيره إلا بالذكر والأنثى وحدث سراع بين هذه الدول وبين الدول الأخرى وتم تكوين ورش عمل لدراسة المصطلح ولم يخرج بشيء وثيقة 2004 طالبت بإلغاء أي خصوصية في طبيعة العمل لكل من المرأة والراجل ما فيش حاجة اسمها دي عمل للمرأة أو ده عمل للراجل ما فيش أي خصوصية في ذلك وأن عمل المرأة في بيتها لخدمة زوجها وأولادها نوع من التهميش واعتبرته عملا غير مدفوع الأجر وطالبت الحكومات بدفع أجر لهذه النساء بصد دواده 2004 بصد بنود إدماج تعليم الممارسة الجنسية بمختلف صورها في المناهج السماح بالممارسات الجنسية المتنوعة للشباب والصغار دون التقيدي بأطر الزواج توفير وسائل منع الحمد لضمان ممارسة جنسية آمن دبنود دبنود الاتفاقية بصد الحمد مصر رفض الاتفاقية دين وكثبنا البلاد الإسلامية عشان نفسر فسر اللي بيحصل يعني لما ييجي اللي هو أصحاب والأعز ويجيبلك الشذوذ ده جيبلك الراجل بيقول لبيته ليها صديقها بس خلي بالك من الواقع الذكري بينشر هذه القذرات بكافة الوسائل الممكنة وأشد وسيلة أشد وسيلة للحرب هي وسيلة الإعلام الأفلام والمسلسلات واتباع الهوى وتعجيج نيران الشهوات في نفوس الشباب والفتيات وإن لله وإن لي راجعون فعن طريق الأفلام والمسلسلات أنشر ذلك وبالتالي يحقق لهم ما يريدون أمريكا أم الرذيلة هل وفقت على هذه الاتفاقية لم توافق على هذه الاتفاقية أمريكا لم تصدق على هذه الاتفاقية ولا إسرائيل أمريكا ولا إسرائيل وفقوا أن الاتفاقية تعمل بها في بلادهم إنما تعمل بها في بلاد غيرهم يعني يعني يفسدوا العالم أما هم يقول لك لا ما أعملش كيدا لأن رفضت أمريكا التصديق على الاتفاقية لا لا وفق على اتفاقية السيداو ولا على اتفاقية الطفل من سنة إسرائيل من التزامات جبارة تضر أمريكا وأطفالها وعائلاتها وتؤدي إلى تدخل منظمة الأمم المتحدة في سيادة أمريكا ودستورها كذا يجلب معها ثقافة إدحية تشمل الإجهاض ومشاهات الأفلام الجنسية بلا قيود ويمكن الأطفال من مقاضات آبائم وأمهاتهم وعدم طاعة إرشاداتهم يعني لما تيجي مثلا تروح تجيب صديقها وتقوله ده صديقي والأب يرفض البيت تعمل ايه تروح تقاضي أباها وهكذا فلذلك رفضتها رفضتها أمريكا نسمع دايما كلمة العنف والعنف ضد المرأة شوف يعني إيه بقى بيفسروا العنف ده إزاي شوف كما بيفسروا العنف ده إزاي إيه هو تفسير كلمة العنف عندهم عشان تخلي بالكو تجريم العنف تجريم العنف الأسري يعني إيه بقى تجريم العنف الأسري أي فوارق بين الرجل والمرأة في الأدوار والتشريعات فهو مبني على الجندر يبقى تمييز ضد المرأة تمييز ضد المرأة زواج الفتاة دون سن 18 سنة اسمه عندهم عنف ضد الفتاة الأنثى طب العفة والعذارية عنف ضد الطفلة العذارية اللي هو ختان ختان ده اسمه عنف ممارسة العنف مع الطفلة تخلي بالكم طب إيه ممارسة العنف مع الطفلة إن هي يجرى للختان والختان هذا مشروع بإجماع المسلمين ختان الإناث مجموء مشروع باتفاقي وبإجماع المسلمين نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك في كتابي مراتب الإجماع واختلف العلماء في درجة المشروعية منهم من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بالاستحباد ما ذهب أبي حنيف رحمه الله ما ذهب الرسم المعمول به هنا في مصر يقول بوجوب ختان الإناث وقال لو اجتمع أهل بلد على ترك ختان الإناث واجب على الحاكم أن يقاتلهم قتال الطائفة الممتنعة عن واجب ما الدليل ما الدليل ما الدليل على أن ختان الإناث مشروع قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان واجب الغسر الختان يعني ختان الرجل والختان ختان الأنثى واجب الغسر قال الإمام أحمد رحمه وضافه دليل على أن النساء كن يختتن وقوله صلى الله عليه وسلم للخافضة اللي كانت تقوم بعملية ختان الإناث قال لها أشمي ولا تنهيكي فإنه أبا للوجه وأحظى لها عند الزوج أشمي ولا تنهيكي يعني قطاع الجزء الأعلى الذي برز جزء بسيط جدا ختان نذع برعا جرح صغير بعكس الذكر ختانه بتقطع اللي هي القلفح اللي هو الجلدة بتبقى مغطية رأس الذكر أما اختن عبارة عن جرح جرح للبض فقال لها صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهيكي ولا تنهيكي يعني تستقصيلي بالكلية فإنه أبهل الوجه أي هذا التوسط وأحظى لها عند الزوج أبهل الوجه أي ساوكيي وأحظى لها عند الزوج سبحان الله هذا الحديث حديث حسن بمجموعة طرق هذا الحديث حديث حسن بمجموعة طرق هذا الحديث فيه إجاز وإعجاز كما قال الشيخ الإناث ويتكلم عنه ويقول هذا الحديث فيه إجاز وإعجاز طب الحديث ده بيدل إن الإسلام ده نوسط في كل شيء يبقى اختان الإناث ده توسط المحرم فيه اللي إحنا بنرفضه طريقة الفرعونية والسودانية وبعض قبائل العرب يقولون مرأة ليس لها حظ في مسألة الشهوة فبيستأصلوا الجزء ده تماما بيخل المرأة لا شهوة لها هذا حرام نحن نقول هذا حرام هذا ليس من الدين هذا مخالف لقول صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهيكي إنما المشروع هو التوسط الذي جاء به الإسلام وهذا ما شاهد به الأطباء أن هذا طهار ومنفع ومصطح للأنثى بشهادة الأطباء وفق ربا عقلاء منهم يسمونها عملية تجميل سمون عملية ختان الإناثة دي تجميل للمكان تجميل للموضع وهي اللي بتقول احنا بتقول الثورة الفرنسية القانون عندهم بيسمح بالزنة من 9 سنين وجراموا الزواج لحد سن 18 سنة يبقى يبقى المفروض البت بقى البنات ايه ايا ذن بالله البنات تس ايه تزني بقى يبقى انت لو انت جيت منعتها يبقى انت مارست ايه عنفا انظر خباكم الالفاظ الفاظ اللي بتتقاله بتسمع اللي بيرددها المنافقون طب تعدد الزوجات عنف عنف انت تعدد الزوجات ليه لانه لا يباح الا للراجل ايبا ده عنف وتمييز فاكرين انت بجرامي بجرامي قبل ما يتجاوز الزوجات التانية كان ايه بطل قومي وبيستقبلوه في المطار وكذا 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 وكل عن ما يتكلم عليه اول ما له تجاوز الزوجات التانية انتهى بجرامي خلاص انتهى لان الاعلام ده اعلام مقبور الذي ينفق عليه الماسونية العالمية الذي يسيطر عن الاعلام هم الصيونية خلاص انتهى كده ميراث الذكر مثل حظ الانثيين العنف ليه عام العنف لانه تفريق انت كده فرقت بين الراجل والمرأة لازم فيه مساواة طب ولما لما يجي قبل ما يموت يكتب فلوسه كلها للكلب يبقى اسمه ايه عنده كلب اوى الله عنده كلب وعنده عياله وعنده ووراين يابل ما يموت يكتب فلوسه كلها للكلب بتاعه والكلب ياخد الفلوس طب وفين يا عام الناس اسمه ايه ده اسمه ايه ده اسمه فطر منتكسة اسمه فطر منتكسة بيصدرون القادرات بتاعتهم طب وولاية على البنت في الزواج الولاية يعني ايه ده على البنت يعني البنت بقى لها وليه في الزواج اسمه عنف ضد المرأة يعني المرأة تروح تجوز نفسها تجوز نفسها واخد بقى وتقول انا وليه نفسي مش وليه نفسي بس هناك في أوروبا في حاجة اسمه الزواج المدني يعني 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 الزواج المدني تقاب الواحد في الشارع ايه نتجوز انا نتجوز روح القاضي يعني انتم عايزين تتجوز اتنين اه يمضي هنا وخلاص على كده روحوا تجوز روحوا في اي حتة تاني يوم يتطلق بعد ساعة يتطلق وهي اللي تبوء بالصفقة الخاسرة هي اللي ترجع بحمل من الزنا وهي اللي تعيش بده وإما بقى ما هو الاجهاض حلال الاجهاض كده على اللي عايزين وده حلال وفي دول بتجرامه وفي دول الصراع في أمريكا بين الديمقراطية والجمهورية ايه في ديمقراطيين وفي جمهوريين ايه الصراع في صراع في عاجة كده من دونها ان الديمقراطيين اللي هو حاكم بايدل منهم دلوقتي ده ده عايز يقول ان المرأة من حقاته جهد الجمهوري ده اللي هو النصران المتشدد حرام الاجهاض عنده خطبالكش بالصراع في ايه طب ما تبقى الاتفاقية بيصوه عشان كام صدقوش عليها طيب وضعت ومش عايزة الحملة ده توديه فين ها توديه فين عامل الله عامل اللوم سنبيه زبالة خطبالك يعني هي دلوقتي يعني هي ولدت ومش عايزة الولد ده تم جاي ملبس كويس وحطات بطنية وعمل الله مكان كده تحطه فيه حطه وتسيموت يمشي حد ياخدوا بقى ما ياخدوش يموت او ده اسمه ده عندهم ده مقنن واخدين بالكم من الست اللي كانوا بيعمل لها قضية قضية ايه قالك شرمته انما لو كانت لبسته وحطته في بطنية وحطته في المكان ده يبقى كده هي كده ايه اه وفقت القانون كده مش مجرامة كده وحزبونا الله ونعمة الوكيل ايه بقى الدول اللي رفضت الاتفاقية دي اسرائيل السودان الصومان امريكا ومين بقى الدولة اللي قد كده الموجودة في ايطاليا الفاتيكان الفاتيكان دول رفضوا طب انت انت كفاتيكان انت انت رفضت طب فين دورك ان انت تقول ده ما ينفعش وان ده حتى بدينك محرم فين هو دورك انما الحرب الحرب دعا الدين والعدو عدو دينك العدو عدو الدين كما قال الله سبحانه وتعالى عز وجل يبقى دي اسمها ايه بقى دي اخوان اسمها الجندر يبقى كل دي منتجات وكل ده عايزين يعملوه عشان يوصلوا ايه اخوان بقى يوصلوا اللي هم عايزين ده مثلا كلمة تسمحها عن قول بعض الكلمات كده النوع الاجتماعي تسمع النوع الاجتماعي دي يعني حقوق الشواد النوع الاجتماعي ذكر انثى شاد يعني الشاد ده حق اجتماعي طيب الامومة الامنة يعني ايه الامومة انت متسمعك ما تقول يا الله الكلام جميل او امومة اامنة طيب يعني ايه امومة اامنة يا عم انت عايز ايه حماية حمل الزنا لما يجي حمل من الزنا يبقى لازم يتوفر لها ده امومة اامنة طيب الاجهاض الامن يعني تقنين الاجهاض وان المرأة ما تحمل من الاجهاض من حق انها تموتهم واي فوارغ بين الرجل والمرأة تسمى بالعنف الاسري يبقى صدق البروفوسير هذا عندما قال ان المجتمع الغربي قد دخل في دوامة الموت ويريد ان يجر العالم وراءه الاسلام بنوره شمس الاسلام تشرق على المرأة يقول صد الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال وهذا حديث صحيح وهو تربذية وصحا والألباني يعني مرأة شقيقة الرجل يعني مثله مثله في الخلق والطباع كأنهن شقيقنا من الرجال لها حق وعليها واجب يلائم فطرتها جعل الاسلام الرجل رئيسها لما أعطاه الله من القوة والحيلة فهو وليها يحوطها ويذود عنها وينفق عليها لها حق التصرف ومباشرة جميع العقود ولا فرق بين امرأة وامرأة كما أنه لا فرق بين رجل ورجل بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق تحرم قتل النساء في الحروب الحق الطاهر في الإسلام انظروا اليهود النصار يروع عليها كلها ناجسة اليهود يروع عليها ناجسة إمتى لما تحيط لا يآكلونها ولا يجالسونها ولا يجمعونها في بيوتهم يعني كان الراجل يجع البيت برا أو المطحيط يضع الطعام والشرف في البيت ده وتعود فيه لحد ما تطور بعد كده دخلها البيت لأنها ناجسة وأي حاجة تنجسها إن صار المرأة ناجسة عندها الإسلام المرأة طاهرة المرأة طاهرة من نجس الدم الخارج فقط لذلك تآكل وتشارب وتجامع في البيوت وللزوج أن يباشرة وهي تطبخ مش كده وهي تطبخ وتمسك الأشياء بيدها وكان صلى الله عليه وسلم عندما تشرب عائشة يشرب يضع فيه يضعفاه موضع فيها ويشرب ويحائد صلى الله عليه وسلم عشان يقول لنا يبطل كل هذا الباطل وهذا الظلم الصارخ للمرأة المرأة محرم عليها محرم عليها الصلاة والصوم هي حائد هذا محرم عليها لكن هي طاهر جسدها طاهر إنما النجس هو الدم الخارج فقط وقد أمر الإسلام وأوجب بر الوالدين وبدأ في البر بالأم وأما المرأة بنتا فإن الإسلام قد كرمها فلم يفرق في المعاملة فلم يفرق الإسلام في المعاملة الرحيمة والعطف الأبوي بين الذكر والأنثى إنما دعا إلى المساواة والعدل الشامل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ظاهر هذا الحديث أن العطية فيها المساواة بين الذكر والأنثى بعض العلماء يقول العطية والهبة فيها للذكر مثل حفظ الأنثى لكن ظاهر هذا الحديث المساواة بينهم حرم الوهبة حرم تفضيل الذكور وحرمان الإناث يعني في المراث كما كانوا في الجاهلية وكانوا في الطعام كذلك لحد الوقت في ناس صعيدة لحد الوقت في أكل معاين ما تكلوش البنات يقول لك ده اللي يأكلوا الزكور البنات أنتوا ما تكلوش دول اللي بيشتغلوا بيتعاوا بيجيوا الفلوس أنتوا ما تكلوش تكلو جاهلية جاهلية كما كانوا في الجاهلية يفعلون يجي تقول لسك في نزر من كده في بعض عدقات ما طب إحنا ما أملنا بالأعراف إحنا نحنا بالإسلام لين أصل التشريع لكن ما تحكمش المسلمين على أفعال ما تحكمش الإسلام على أفعال بعض المسلمين الخاطئة إنما حاكم الإسلام كتشريع وأصل وكذلك أيضا حرم كراهية البنات والتشاؤم بهن وأنها جاهلية ضغيضة وإذا بش راحد بالأنثى ظل وجوه مسودا وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون إبقى ربنا مدح حكمهم ولا ولا ذنبه ذنبه قال إيه ألا ساء ما يحكمون إبقى دا ذنب ذنب ليه أفعالهم كان قال صالح بن الإمام أحمد كان أبي إذا ولد له ابنه يقول الأنبياء كانوا آباء بنات مام أحمد كان شدي ألا ولدي ذكر يعني والباقي بنات لهو صالح وعبد الله وقال كان إذا أولد له ابن يقول الأنبياء كانوا آباء بنات ويقول قد جاء في البنات ما قد علمت وقال صلى الله عليه وسلم من عال جار يدين أبنتين حتى تبلغ يعني حتى تتزوج جاء يوم القيام أنا وهو وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم يعني معا وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كان صلى الله عليه وسلم جالسا وعلى فخذه الحسن أو الحسين فجعل يقبلك فكان موجود الأقرع ابن حابس وكانوا في الجاهلية لا يقبلون الصبيان ولا البنات ويعتبرون 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 التقبيل ضعف وخور اللي قبل عيله ده ضعيف إنما عشان تبقى قول ما تقبلش الصبي الصغير الفطرة يعني يخالفون الفطرة فلما شف الأقرع شف رصاصان بيقبل حسن أو الحسين قال أوتقبأت أوتقبلون صبيانكم إنني عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال صلى الله عليه وسلم أهو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة دي رحمة سبحانه رحمة تقبيل الطفل الصغير دي رحمة أهو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة وصلى الله عليه وسلم خرج مرة على الناس للصلاة وهو يحمل أمامه بنت أبي العاص فصلى بها فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها حتى قضى صلاته صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يقوم لاستقبال ابنته فاطمة ويقول مرحبا بابنته وأما المرأة زوجه فالإسلام لم يجعل المرأة دنسا يجب الإبتعاد عنه وإنما تسامى بها إلى علياء السمو جعل الزواج من نعمه سبحانه فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل الزوج من النعم التي سيسأل العبد عن شكرها فجاء في الحديث أن الله يقول العبد يوم القيامة ألم أزوجك نعمة سيسأل العبد عنها والمرأة يؤمن من أجارته شوف تخيل المرأة يوصل لفين يعني لو أجارت إنسانا يؤمن من أجارته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمهان يوم الفتح قد أجرنا من أجرتي يا أمهان هو المرأة والمرأة المجادلة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب في حياته امرأة ولا خادما وقال اتقوا الله في النساء وقال استوصوا بالنساء خيرا وقال خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وكان صلى الله عليه وسلم أغضب ما يكون إذا سمع بامرأة يضربها زوجها فعن عبد الله بن زمع قال وعظ النبي صلى الله عليه وسلم في النساء فقال يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يعانقها آخر النهار رواه البخاري وعن أنس قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوامة الرجل قوامة تنظيمية لا استبدادية فقال صلى الله عليه وسلم كل نفس من ابن آدم كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها رواه ابن السنية وحديث صحيح إذن قوامة الرجل هنا قوامة تنظيمية فما من مجموع إلا وله رأسي نظمه وكذلك البيت الذي يجمع زوجتي ثم أولاد من الذي ينظم هذا البيت من الذي يرجع إليه عند التنازع وهذا مأخوذ من الولايات إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم والرجل خلقه الله عز وجل خلقه تؤهل لذلك خلقة الرجل غير خلقة المرأة وقوامة الرجل لا تمس كيان المرأة ولا كرامته وأمر الإسلام بالمعاشرة بالمعروف وإحسان الخلق مع الزوجة وكذلك أمر الإسلام بإكرام المرأة أمه وجعل الإسلام الجماع لتأخذ النفس حفظها ورجاء أن يرزقه الله ولدا صالحا كان عمر رضي الله عنه يكره نفسه على الجماع رجاء أن يرزقه الله ولدا صالحا يسجد لله سبحانه وتعالى فالإسلام يريد للمرأة الطهارة والعفة يريد لها أن لا تحمل من حرام وأن لا يكثر اللقطاء وأطفال الشوارع كذلك أيضا لا يريد لا لا يريد لا القتل أنا في سؤالة سؤال يا الآن في الحقيقة يعني أنا لا أنساها بنت زنت شوفوا شوفوا عشان يشوفوا الإسلام العظيم في تشريعاته فلما زنت أبوها يعملي جاب لها سيمة وجاب سكينة ولا يتكل السيم يتبحك بالسكينة قامت وكل السكن وماتت رحمها الله ويبقى ويبقى كده اتدفنت وماتت وعند الحكومة هي اللي مين انتحرت جاء بعد فترة يسأل حكم هذا قاتل هذا قاتل لأن لأنه ليس من حقك أن تقتلها فهذه حدها في الإسلام إن كانت محصنة الرجم إن كانت غير محصنة الجلد والذي يقيمه حاكم وليس أنت أنت قاتل قتلت نفسا أي نعم لا يقتل بها وفي هدية فانظر إذن الله سبحانه وتعالى حرم الزنة وجعله بين قتلين شوف الآية اللي قال آه إن كان في الجاهلية كان بيقتل ولده خشية الفقر وجي الآية اللي بعدها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا العقل الآية اللي في النص ولا تقربوا الزنة إنه كان فاحشة وساء سليلة ساء طريقا ومسلكة ساء طريقا ومسلكة لأن النفوس لا ترضى بذلك النفوس لا ترضى بذلك لذلك الضرب والضغط المتواصل في الأفلام والمسلسلات والعولمة الثقافية عن طريق الإنترنت كل ده ليه هو ليه بالسمرار كده بيملوش ده ليه لأن في قاعدة تقول كثرة الإمساس تزيد الإحساس فطول ما أنت طول ما أنت الحاجة دي عمال تسمعها 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 فتزين الإحساس من عندك زي كلمة عياذا بالله زنى المحارمة أو ممكن ما يكونش في كده أو ممكن تكون حوادث الإسلام جه إن أنت تكتمها وتسطرة ما تنشرهاش لأن كل سقطة لا لا قطة لا دي بيفضل ها والكلمة التي تقل 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 عشان إن إيه في أودان لما تسمعها تطلع عليها وبالتالي تنتشر هذه الفحشة في المجتمع واللي يزن بمحرم الله حدوه في الإسلام القتل اللي يزن بمحرم الله حدوه في الإسلام القتل يبقى ده بيمشور وبينشر ما بيزكتش عشان يا ذنب الله يكون هذا في مجتمعات المسلمين قالها تشيرشيل عرفين تشيرشيل رئيس وزراء بريطانيا يعمل الاستعمار قال إيه قال كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع فأغرقوهم في حب المادة والشهوات عارفين عارفين احنا كمسلمين ايه نقطة الضعف بتاعتنا كأس وغانية غانية مغنية يعني يبقى هو ده اللي يضعف بلاد المسلمين وإن الله وإن إلي راجعون وحزبون الله ونعمل وكيف الجيش الأزداني أعد نفسه عشان يحارب المسلمين أيام دولة الأندلس فقالوا طب نبعد جاسوس ونشوفه المسلمين أيه فأول ما دخل الجاسوس لها طفل صغير بيبكي قالوا بتبكي ليه قال لص أنا كان معايا ساهم وشفت عصفورين وقفين على الشجرة فعايز أصيب بالساهم الواحد العصفورين فاصلت عصفور والتاني طار فبيبكي أم طلع يجري على طول الجاسوس للليل الجيش قال لهم ده كذا كذا هذا حال صبيانهم فما بالكم بكبارهم ساهم الواحد الزغير بعاية أنه ما جابش بسام واحد عصفورين إجاب عصفور واحد أم واحد من كبير كبير أم قال له مرجع وعليكم بالخمر والنساء هو ده السلاح والحد ما يتأكدوا أن المجتمع فسد بعد كده يحرجوا مش إلاء إيه إلاء أشباح بتقتلهم مش هيلاقوا بنا أدمين هيلاقوا عواحد بلهم أهلا وسهلا تعالوا زي ما حصل في العلاق كده الشيعة ستقبله الأمريكان تعالوا تعالوا أنتم الأولى تعالوا أنتم اللي هتعايشون وحزبنا الله ونعم الوكيل يبقى كل اللي بيحصل ده لما تيجي تفسره يبقى ترجع للأصول بل إنسان لما بيعرف الأصول يعرف يفسر الفروع أما تيجي تشوف اللي حواليك وإنت معك الأصول وعارف أصل كل شيء بتعرف تفسره صح مش بتفسره من على الهامش إنما بتصيب كبد الحقيقة لما تكون عارف أصول الأشياء وإن لله وإن لي راجعون هذا يجعلون نرفع بالإسلام رأسه نرفع رؤوسنا بالإسلام والإلتزام بالإسلام ويجعلنا ندعو إلى الله فخورين بديننا ونحمد الله عز وجل على دين نعمة التي نحن فيها أكتفي بهذا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الله شكرا للمشاهدة